في هذه الدفئة يتم زراعة نبات لستيفيا بعد ما نزرع النبات منلم الأوراق الجاهزة للجمع وبعدين منجففها ومننقلها لمختبر الاستخلاص اللي هو بيحتوي على كل الأجهزة والأدوات اللي بيساعدنا على عملية الاستخلاص أول إشي بنبدأ بجهاز السيكتوليس اللي هو بيعمل على استخلاص المادة الفعالة من نبات لستيفيا اسمها مادة لستيفوسايد هذه المادة تقدر حلوتها 300 مرة أكثر من السكر العادي تتميز المادة هذه بأنها لما ترفع نسبة السكر في الدم غير مغذية لخلايا السرطانية مضادة للأكسادا آمنة لمرضى السكر ولها مزياء ومفيدة بشكل عام بعد ذلك ننقلها لجهاز الفلترة بعد جهاز الفلترة ننقلها لجهاز أنه يركز المادة الفعالة وينزع المياه الزايدة في هاي السائل بعد ذلك ننقلها لعملات التعبئة والتغليف في جو معقم طبعا وهي حاليا متوفرة في أغلب صيداليات والمولات الموجودة في قطاع غزة وأي شخص يقدر أنه يحصل على هذا المنتج الآمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر